وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات بروتوكول تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستحققات الانتخابية ورفع الوعي بأهميتها وثمن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز الحريات العامة في مصر وحرص المجلس على التعاون مع البناء مع الهيئة الوطنية للانتخابات مشيرا إلى أن الهيئة تؤمن بدور المؤسسات الوطنية في ترسيخ دعائم الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان من جانبها أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة مشيرة خطاب حرص المجلس على ترسيخ حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية الفاعلة والتواصل المستمر مع المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع لسيام الشباب من أجل حثهم على المشاركة بشكل أوسع في مختلف الاستحقاقات الانتخابية ترجمة نانسي قنقر